مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم لكم بيسكويت رائع يجب أن يكون بيسكويت جيدا سوف نرى ماذا سوف يخصنا بإذن الله مرحبا بكم نرى الوصفة بيضة واحدة 120 جرام سكار ساندة 30 مليلتر الزيت 10 حمضة 300 جرام البودرة يعني الفارين تكون حاجة جيدة 11 جرام الفاني 30 مليلتر 40 مليلتر حليب 40 مليلتر حليب يكون سخون لدينا ملقة صغيرة المكسو فوق البيضاء شورة الحمض 40 مليلتر سوف نقوم بإمكاننا التحوة نخلط هذا الخليط جيد سوف نقوم بإمكاننا التحوة سوف نأخذ الفرص ونضع الفاني سوف نقوم بإمكاننا سوف نقوم بسكوية بسبب جبنين والجرائع فرص لإستخدامكم بالتأكيد سوف نقوم بفرص سوف نقوم باستخدامي لنقوم باستخدامها سوف نضع الفرص سوف نضع ونضغطها 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 تقريبا 15 دقيقة 23 دقيقة لا تفوتها هذا هو البيسكويت يأتي محمر من تحت ومن فوق يبقى بيض بحالك يأتي رائع نتمنى منكم اخواني اخواتي تجربوا هذا البيسكويت الماداق ديالوره رائع والتجربة خير برهان إن شاء الله مرحبا بكم في القناة ديالكم بإذن الله سوف نتلوفكم في الفيديوهات القادمة سوف نقدم لكم أشياء رائعة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة